المنتخب المصري قلت انه كان او انت حزين انه هو لم يصعد ليه كأس العالم هل شاهدت المباراة الاخيرة في التصفيرات النهائية امام المنتخب السنغالي مع المنتخب المصري اشتركوا في القناة اعتقد انهم كانوا يستطيعون ان يؤدوا اداء افضل امام المنتخب السنغالي ولكن لدينا لعبون على مستوى عالي جدا الى جانب محمد صلاح طبعا ولكن النقطة الاساسية ولكن البيت القصيد او ما نوده دائما هو مواصلة تدريب هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارات عالية ولكن هم يحتاجون مزيدا من التدريب ومزيدا من المباريات الدولية والعالمية لاكتساب مزيد من الخبرات هل عرض عليك في وقت من الوقات تدريب منتخب مصري الاول او تدريب احد الفرق المصرية لم اتلقى عروضا بتدريب المتخب القومي المصري ولكن الوكال الذين اتصلوا بي لم يعرضوا علي عروضا بخصوص تدريب المتخب مصري ولكن اتلقيت عرضا مهما لتدريب النادي الاهلي قبل بضع سنوات في سنة 1983 في نادي جلوب بخ لاعبته في مصر ضد نادي الزمالك ومنذ هذا التوقيت منذ سنة 1983 كنت لعبا حبابة مصر ومنذ بضع سنوات تلقيت وكما قلت لكم عرضا بتدريب النادي الاهلي كان هذا عبر الايميل ولكنهم قاموا باختيار مدرب اخر ولكنه تم انهاء عقده بعد فترة ما اهم ما يهمني في المقام الاول هو تطوير الفلسفة الخاصة بكل نادي ومواصلة تدريب اللاعبين في قوام وفي شكل يمكنهم من فهم فلسفة النادي في على سبيل المثال كما يحدث في نادي الزمالك وقد للأسف شديد المقرأة الاخيرة التي سمعت عنها ان المستوى لم يكن يناسب توقعات فيما يخص الاندية المحلية وخاصة ناديها الاهلي والزمالك كان امتى بالزبط مفاوضاتك مع النادي الاهلي؟ كان عام كان مفاوضاتك مع النادي الاهلي؟ ولماذا تعصرت المفاوضات وقتها؟ هل كان من جانبك ام من جانب النادي الاهلي؟ وكان رئيس النادي الاهلي كان رجلا شديد ما فات القلق وراجلا مهاذبا للغاية تواصل معي تلفونيا وتحدثنا وبخصوص بعض التفاصيل ولكن الموضوع كان متصل بتفاصيل المادية ولكن أحب هذه البلاد أحب مصر ولرغبة قوية ولو جاءت الفرصة لتدريب أو للعمل فيها سوف أنتهزت الفرصة هناك قد عرفت لاعبا ولكن لا أذكر الاسم حاليا لاعبا على مستوى علي جدا من المهارة والخبرة ولكن لا أستطيع تذكر الاسم حاليا ولكن قبل فاسنوات كانت رقم مصر رقم واحد في القارة الأفريقية وأتمنى أن أعود ذلك قريبا في الفترة القادمة نحن نتحدث عن لعبين مصريين بدأوا يتوفدون على الدولة الألمانية أبرزهم طبعا عمر مرموش رايك في البستوى اللي بيقدمه عمر مرموش في الفترة حالية في الدولة الألمانية تحديدا مع فلفزبورج دلوقتي أعتقد أن أحدهم مرع في نادي بولفزبورج ولكني لا أذكر الاسم وفلفزبورج هو نادي ليس من الأندية المهمة والأندية القوية في الدور الألماني وقد مر على هذا اللاعب حوالي أربعة مدربين مدرب سويسري وأخر من كرواتيا من الصعوبة من مكان عندما يكون المترجم عندما يكون اللاعب أدنبيا أن ينسجم مع هذا النادي لا سيما إذا كان المدربين أيضا من دول الأجنبية وليس من المنط عيسلك على موضوع شائق حاليا في العالم كله وهو مستوى ليفربول في الفترة الأخيرة وتراجعه كثيرا في الدوري الإنجليزي مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي في رأيك إيه هو سبب تراجع مستوى ليفربول مع المدير الفني الألماني يورجان كلوب ونداءات برحيل المدير الفني الألماني عن الفريق الإنجليزي هذا موضوع شائق كما قلت أعتقد أن هذا ليفربول هناك لعب مهم جدا يلعب في هذا النادي إلى جانب محمد صلاح أعتقد أن المشكلة الأساسية في نادي ليفربول وهي المشكلة المفاجئة أنه لعب ضد نادي مانشستر سيتي وأن هذا نادي مانشستر سيتي ينفق عليه بكميات بأموال طائلة بمليارات ومن ثم فيمكننا القول أن الجانب المادي هو الجانب المؤثر في هذه النقطة أن نادي مانشستر سيتي لأندي الأخرى ينفق عليها إنفاقا أكثر مما ينفق علي نادي ليفربول ولكن استطعت هذه الأندية أيضا تراوح ما بين الوصول إلى قيمة دور الإنجليزي والهبوط حاليا لا يوجد نظام قوي داخل نادي ليفربول لأنه يتم التدخل سريعا أن المدرب نادي ليفربول يتدخل بشكل قوي في كافة التفاصيل في طريقة عبد الصلاح ومانية على سبيل المثال وأن هذه التدخلات في بعض الأحيان لا تؤدي الغرب منها طيب على ضوء خبراتك الأفريقية الكبيرة لو سألتك ترتب أول ثلاث لعبين أفاركا على مدار التاريخ ما بين محمد صلاح سامو الإيتو ديديد رجبة ترتبهم إزاي من واحد لثلاثة من الصعوبة أن أقول ذلك ولكن أنت تعرف أن الإيتو حاليا لعب بعد عشر سنوات بالخارج وقد عرفتوا لمدة 18 سنة كان لعبا جيدا وتمتع بمهارات عالية ومن ثم فأنهم من الصعوبة ما كان ترتيب العين ولكني أتمنى لما أذكرتم الأسماء أن يواصلوا التقدم والرفي ولكني صلاح على سبيل المثال قد تعرفت إليه في لندن قد رأيته في مبرايتين وقد أظهر صلاح مهارات عليها أظهر مهارات بطولية وندرة ولكن من الصعوبة جدا أن أستطيع أن ترتيب وضع ترتيب للعبين من أفضل بينهم أو دروكبا على سبيل المثال لأنهم مسألة شديدة الصعوبة ترتيب اللعبين نظرا لتباين المراكز الذين يلعبون ما يزال محمد صلاح هو على درجة عالية بلغاية على مستوى العالم لدى محمد صلاح لدى مصر أن تنتج لعبين على مستوى صلاح لكون لدينا صلاح رقم 2 وتلقم 3 ورقم 4 وهؤلاء يستطيعون أن يضعوا مصر في قمة الصدارة وجهة مصر في أكثر من مناسبة إيه أكثر مواجعة افتكارها أمام المنتخب الوطني المصري كاميرون لعبت أحد في أحد المرات في مالي وفي الإسكندرية وقد خسرت فيها وأظن أيضا في لعبنا في تونس إحدى المرات وفي مرة أخرى مع الفريق الأمريكي ولكن للأسف لا أستطيع أن أتذكر كل شيء ولا أستطيع أن أتذكر اسم المدرب الذي لعبته ضده في أحد المرات لعبنا في تركيا ولكن على أي أحوال كانت المباريات التي لعبتها ضد مصر كانت تتسم بالمتعة العالية واستمتعت بها كثيرا سواء في المكساب الخسارة هل تتذكر اللاعبين بعينهم أسماء اللاعبين مصريين وجهتهم كانت مواجب بيهم لعبين للأسف شديدة أستطيع لا أستطيع تذكر الأسماء حاليا ولكن هناك لاعبين رأيتهم في دبي للأسف شديد أستطيع أن أتذكر نعم على الأسماء على وجه الدقة ولكن هناك لاعبين استطاع تأدية المباريات على درجة عالية من الجودة ولكن ما يومني هو أن أقول لكم الإرسال التي رد أن أوجهها أن المهارات التي تمتلك مصر في مجال كرة القدم يجب العمل عليها وتطورها فالمدرب الجديد للمنتخب القومي المدير فان الجديد للمنتخب القومي المصري مدرب واعد ويجب أن يعطي مزيدا من الثقة يولي مزيدا من الثقة للاعبين وعليه عليه أن يرعى اللاعبين المصريين ويبحث ويصل بحث عن مزيد من المواهب الشابة في الأندية المحلية والأندية الإقليمية وتطورهم والأخت بيدهم وأعتقد أن هذه المهمة العظيمة والمهمة الكبرى الملقعة العاتق أي مدرب للمتخب هو اكتشاف المواهب وتقديمها وتعبها أنا لا أعرف مدرب حالي مدربة شخصية ولكن عليه عملية التدريب عليه أن يولي عملية التدريب فيما يتصل برعاية المواهب الشابة وعليه أن أيضا من ضمن التقنيات التي يمكن استخدامها وإجراء مرتين أو ثلاثة مقابلات مع مدربين عالميين وعقد اجتماعات التي معرفت أحدث الاتجاهات في مجال التدريب واجب أن يضم ذلك داخل إطار المنتخب القومي هونفريف شيفرد الموديل الفني الألماني أنا بشكرك شكرا جزيع على هذه المداخلة القيمة الرائعة نسعد دائما بوجودك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر علي أن أشكركم وأتقدم لكم بخالص شكر أيضا وأتمنى لكم وأستطيع يربما تستحل الفرصة لأن أمر بمصر وأن أزور مصر أتمنى لكم أفضل الأمنيات أعتقد أننا يمكن استغلال الأربع سنوات القادمة لأعداد المنتخب المصري أعدادا أفضل للتأهل لكأس العالم في دورته القادمة أتمنى لكم حظا سعيدا وخالص الشكر شكرا جزيلا مدير الفني الألماني والفرشيفر مدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني وعدد من الفرق الألمانية والأفريقية اسم كبير جدا هو بيحب مصر وعايز يشتغل في مصر شكله باين يعني من كلامه بيحب مصر جدا وشكله عايز يشتغل في مصر سواء مع منتخب أو معناه دي هو اسم يليق طبعا أنه يشتغل مع المنتخب أو مع فرق